بس مش هتحصي ماشي انت بقى كلام مش المفترض انك تعمل كده عشان كده مران حمدي اعتذر النهاردة موقف محترم منه محترم جدا منه جدا وزي ما بننتقد الناس يا جماعة وزي ما بنهاجمهم وزي ما بنقول لهم ده غيرت اللي انت بتعمله لما يعتذروا نتقبل الاعتذار الحياة كده الحياة كده مش هلفى بعد ما اعتذر اقوله لا مش هقابل الاعتذار لا بص بقى انا مش هاجبني الاعتذار دوت بقى هيعمل ايه اكتر من الاعتذار المشايدة هيعمل حاجة كده وهو راجل كمان هيتعاقب من نادي يعني طيب هتقول يا جماعة اللي كاتبوا النهاردة مران حمدي بيعتذر فيه ليه النادي الاهلي واعتذار لابد ان يكونه مقبول بس قالك ايه حابب اعتذر الجمهور النادي الاهلي عما بدر مني واوضح انني اتعرض للإهانة والسبب والدي والدتي بعد المباراة من بعض الجماهير بدون سبب ولم ابادر بالإساءة مطلقا لأي احد مع العلم انني لم اشارك اصلا في اللقاء وارجو من الجميع تفاهم موقفي واني لم ابادر بالإساءة والتعميم لجمهور الاهلي الذي اقدره واحترمه تماما ورد فعلي كان عفويا لأي انسان يتعرض للإهانة هو اهل بيته ورد كان اتجاه كله ووجهت ليه الإهانة بدون اي سبب لكن انا ما اقدرش يكون متصالح مع اهانتي واهانة والدتي بدون وجه حق لعب الكرة انسان وليس ملاكا في النهاية ونحن بشر والموضوع غير مقصود ورد فعلي كان اتجاه من اهنوني اعتزل مجددا لأهلي ولنفسي ولأي انسان طال ورد فعلي واتمنى تقبل اعتذاري وتاريخي لم يكن فيه يوما اي إساءة او استفزاز للنادي الاهلي وجمهوري وكلنا هنقف قدام ربنا نتحاسب كأفراد وليس كلاعب او مشجع فارجو من الله ان يسامحني على ما بدر مني ويهدي الجميع وارجو من جميع مشجع النادي الاهلي ان يضعوا انفسهم مكاني اللحظات ليحكموا بالعدل اعتذر مرة تانية وارجو تقبل اعتذاري ماشي ده موقف محترم اللي قاله النهاردة كابتن هاني سعيد نيابة عن نادي بيرامدز بالكامل برضو محترم لما قالك احنا مش هنحط اعذار على فكرة برضو كان نادي بيرامدز او كابتن هاني سعيد كمسؤول في نادي بيرامدز كان سهل برضو يقولك ايه والله يا لا انا لعبت تشتمت فطبيعي اللي عملوه وطبيعي انهم كانوا يعملوا التصرفات دي قالك لا احنا مش هنحط اعذار مش هنحط مبررات ده الكلام المحترم عشان برضو هاني سعيد ده لعيب كبير اسمي كبير في تاريخ كرة القدم المصري ففاهم ان الجمهور يشتمي يغني يعمل اي حاجة انت ودانك دي مش معاه مش معاه مش ملكز معاه بالمناسبة كمان يا جماعة انت كلعب كرة لما المشجع بيتجاوز معاك هو بيتجاوز صفتك لعب النادي الفلاني يعني مثلا النهاردة مرهون بيقولك انا اصلا ما شاركتش في المباراة عشان حد يشتمني هو شايف انت لابس تشيرت النادي المنافس فهتشتم ما بيشتمش مره يعني هو في الاصل هو معرفاكش شخصيا هو معندوش مشكلة معايك شخصية هو مش ليه فلوس عندك هو هشوف اي حد هشتم هشوف اي حد من الآله هشتم هشوف اي حد من زبايا هشتم كده فبرضو ما تاخدهاش عنافسك قوي وان كنت تاني اللي قدته في الاول عشان برضو الكلام ما انا عارف ان الناس بتو قطه قطة اجزاء السباب مرفوض وما فيش بني ادم في الدنيا يقبل انه يتشتم باهله ما فيش ما فيش بني ادم عنده قرامة يقبل بدا بس كونك لعيب كورة وكونك شخصية عامة فمضطر تاخد الضريبة دي كاملة يعني